نتوقف عند التطور الاقتصادي الذي تشهد الأقاليم الجنوبية للمملكة بفضل المجهود التنموي الذي تبدله السلطات والأوراش الكبرى التي غيرت ملامح الأقاليم الجنوبية نحو الأفضل معنا من ربط مباشرة دكتور عبدالله الزرماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي مرحبا بكم أستاذ أهلا بك لأستاذ الله بذلك كيف ننظر إلى تطورات البنيوية والتنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة اليوم طبعا هذه تقوية البنية التحتية للمناطقنا الجنوبية انطلقت مباشرة بعد استرجاع أقاليمنا الصحراوية خاصة على المستوى الإداري وعلى المستوى التقني وعلى المستوى التهيئة الحضارية لعديد من المدن وعلى مستوى ربطها بالماء والكهرباء وتشهيد الموانئ والمطارات وغير ذلك لكن في العهد الجديد انطلقت توجه نحو توجهات تمشي متوازية أو مواكبة لبعضها البعض مثلا جانب التنموي فيه هذا المشروع الكبير اللي هو المشروع التنموي أو النموذج التنموي للمناطق الجنوبية وقبل منه عرفت المناطق في عهد الملك محمد السادي ستنمية كبيرة جدا أقول بالمليارات من الدراهم مرة سبعة مليار درهم مرة عشرات مليار درهم مرة غير ذلك وعرفت تجديد من حيث تهيئة الحضارية من حيث الجوانب التنظيمية من حيث الرقي وتطوير والعصرانة والتحديد لكن جاء النموذج التنموي الجديد انطلاقا من لما تقدم به السيشاكيب بن موسى في 2013 ثم أعلن عنه الملك محمد الساديس في 2015 وأعطى انطلاقته الأولى بمبلغ كبير جدا وهم دي سبعة وسبعين مليار دولار في جزء منه الهم والباقي هام وهذه المشاريع كلها مشاريع إشعاعية كبيرة واقتصادية واجتماعية في الجانب الاقتصادي أعلن الملك في خطاب السنة الماضية أنه يسعى لأن تكون هذه المنطقة أي منطقة الأقاليم الجنوبية خاصة الصحراوية لفعل عيون وبجدور والصمارة والداخل وغير ذلك لتكون قطبا اقتصاديا هام جدا يربط المغرب بعمقه الإفريقي معناه هذا المنطقة كتكون بحل واحد الماضار لكي يربط الشمال بالجنوب ومني كنقوله المغرب بعمقه الإفريقي راه المغرب أيضا بأوروبا والمغرب أيضا نحو إفريقيا وهذا هام جدا وقوي لأننا نسير نحو مشاريع لاحظنا نوعيتها لمشروع فوس بوكرا على الميناء للطريق المزدوج ما بين تزنيتو أقادير للمحطة الإفريقية لهذه المشاريع للمطبع الجامعات والمعاهي التكوينية وغير ذلك لالتكنوبول ديالفوم الويد للمشروع الفلاحي الكبير ديالبجدور هذه المشاريع كلها مشاريع ليست مؤهلة الآن لأن التأهيل مرات منه المناطق الصحرائية الحمد لله ولكنها مقوية وإشعاعية ودافعة نحو تنمية اقتصادية واجتماعية الاجتماعي في الارتباط بالهوية والثقافة الحسانية وغير ذلك والاقتصاد في خلق ديناميكية لهذه المنطقة يعني اللي كتخلها كتعطي قوة وتجادب ما بين شمال والجنوب نعم أستاذ الروماني طبعا نتحدث عن مشاريع إشعاعية كبيرة اقتصادية واجتماعية لا تخطئها العين اليوم يعني ما أفق تطبيق المشروع التنموي الجديد مرفوقا بتقوية الجهوية ومشروع الحكم الذاتي في الصحراء هذه المشاريع الكبرى في مشروع تنموي اقتصادي اجتماعي وفي مشروع إداري سياسي ديمقراطي وهذا كيف يمشيوا مع بعض المتوازن الآن نحن نشوف الجهوية مطبقة على مستوى المناطق الجنوبية ولكن تقويتها سيكون أولا التهيئ الأرضية والتخطيط من أجل الجهوية المتقدمة أو الموسعة والمفاوضات تسير على قدم واساق من طبيعة الحال في اتجاه تكريس مع الحكم الذاتي وهو من طبيعة الحال لا بد أن نهيأ له لأنه يتطلب مشاركة من أبناء الوطن شكراً من أبناء المنطقة لتنمية محيطهم أشكرك جزيلا شكراً لدكتور عبد الزرماني الخبير في القصاد الاجتماعي كنت ضيفاً من الريباطور